فرصة مفتوحة للمداخلات والاسئلة بتاعت المولد دي اننا في الداخلية في مسجد جنب الداخلية فمعظم الطلب دي بصلوا عند الشيخ بجيب قذب عليهم بقول لهم مسلا طمنتاشر عالم حللوا بحلوا المولد وبجيب بقول لهم والله ابن تيميزاته شيخهم قال المولد حلال فترسخ في زي الناس بعد الطلبة نجو رأينا الداخلية بجيب نخشونه مسلا مواضي دي بقول لك المولد حلال ويقول لك الشيخ دي قال المولد حلال وكده طيب اول حاجة اخواننا مسألة مهمة ودي تغصرها للناس كلها في النغاش ودي المفروض اي مسلم يكون مختنع بها انه مهما مش ثمنتاشر عالم لو بيقوا مية وتمانين عالم كلام ما حج في مخالفة القرآن والسنة ودي اخواننا الناس اذا فهموها المشاكل كلها بتتحلى عرفتها لانه كثير من الناس بيعتبر انه الكترة ده دليل على الترجيح عموما عرفتها فربنا سبحانه وتعالى قال فان تنازعتم في شيء شوفوا الكتر شوفوا لا ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل خاصة اذا كان هؤلاء العلماء الذين زعم لهم انهم علماء خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتها يعني لو كان المخالف هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذا مش لو بيقولوا تمنتاشر لو نحن ذاتنا بقينا مع التمنتاشر ديل حتى ابن تيمية ذاته قال بيجوز المولد مثلا وابن القيم رحمه الله والشيخ ابن باز والعثيمين واي سلف في العالم بيقى يقول المولد حلال برضو ما حج لان انت ما داري اخواننا الكترة مو دارينا المخارجة زي ما بيقول لك كثير من الناس يقول لك ادرع في رقبة عالم وامرك سالم لما الموضوع كده الموضوع انه انا ربنا بعدين يوم القيامة بيزالني هل عملك ذا دا اربيو الجنة ولا ما دا اربيو الجنة لو دا اربيو الجنة ربنا شرعوا لك في الدين ولا ما شرعوا لك في الدين اذا شرعوا لك في الدين اعمله اذا ما شرعوا لك في الدين خلي بس دا الموضوع كده رفتها دي مسألة المسألة التانية انه اخواننا ابن تيمية رحمه الله ما قال الكلام دا كضب الامام دا غالب ان يكون صوفي تزعين فاصل تزع وتزعين وتزع 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 صوفي صح رفتها او اخو مسلم الواحد ده خليناه بوين او وان ده خليناه للأخوان المسلمين عرفت فابنتين يا رحمه الله ما جوز المولد والكلام ده ذكروا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عرفت في ذكر الأعياد الزماني وأن الكتاب موجود عندي في البيت كنت دار أشيله قدر الله لي خير المهم قال 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 ومثل ما يحدثه ومثل ما يحدثه والإحداث في الدين وجنه والابتداء مش قال ومثل ما يحدثه المسلمون إما مضاهاتا للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام أو مبالغة في التعظيم والاتهاد قال والله قد يثيبهم على الاتهاد لا على البدع من اتخاذ مولده صلى الله عليه وسلم عيدا فإن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة مع وجود المقتضي وعدم المانح فخلاصة كان ابن تيميا إنه قال المولد بدعة لأنه قال شنو؟ قال وما يحدثه مثل الذي يحدثه المسلمون يحدثه معنا شنو؟ معنا صماء في دان امرأ واحد قال فإن الله يثيبهم على التعظيم أي للنبي صلى الله عليه وسلم والاتهاد في المحبة لا على البدع من اتخاذ مولده صلى الله عليه وسلم عيدا يبقى هو ابن تيميا قال المولد شنو؟ بدعة بدعة لكن قال لأنه إذا كان دافعهم إنهم بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ده ربنا قد يثيبهم عليهم بعد ذلك ابن تيميا ذاته استدرك إنه المحبة لابد تكون شنو؟ محبة شرعية يكون فيها إخلاص لله وموافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حتى المحبة العبادة دي لا بد لها من شرطين وأي عمل كده الشرطة الأولى لإخلاص الشرطة الثانية يكون شنو؟ موافقة السنة يكون فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كانت المحبة أو التعظيم كان على خلاف السنة فهذه تعتبر شنو؟ هذا يعتبر العمل فاسد يعني الليلة لو جزوا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه لكن صلى بصلاة التجانية اللهم صلي على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهاد إلى صراتك المستقيم بحق قدره ومغداره العظيم ده عنده سيئات ما عنده أي حسن لأن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فدي وصيغ قريبة منها هذه هي الصيغة الشرعية أما بتاعت التجاني هذه عملة أحمد التجاني عملة وبعد ذلك قال تساوي الغرآن ستة ألف مرة قال المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن ستة ألاف مرة وأنا بقول الكلام ده في الجامعة دي لأنه أنا بعتبر طلاب الجامعة هذه هم يعني يعني هم الطلاب المنضيهم إنه يوعوا المجتمع طلاب الجامعة دي لأنه كثير من الطلاب بحكم دراستهم وتخصصهم سوف يكونون مرجعا للأمة في المسائل الدينية خاصة فلابد يا أخواننا الطالب في الجامعة دي كن طالب صحيح وبعدين شوف دي مسؤولية كبيرة ما في النهاية المهندس دا بابني لك بيت تاني عنده حاجة ما عنده حاجة الدكتور بسيط عنك حقنا تاني عنده معك موضوع ما عنده حاجة لكن البيرب الناس منه البيربهم زول الدين زول القرى الجامعة دي هنا وده زول البيقودة الأمة وإذا أنتوا خليتوا دوركم إنه تتعلموا الدين الصحيح الحق أول حاجة دا في ورطتين الورطة الأولى ليكم أنتو لأنه يوم القيامة إذا نشرت علم سيء يضر الأمة ربنا بآخذكم بيو ومن ضل بسببكم الورطة التانية إنه محلكم أنتوا المفروض أنتوا تكونوا قيادة الأمة بمسكوا العلمانين الرصين فاضية الما قاعدين نخشوا الركن رفتها فدي تبقى أنتوا خزلتوا الأمة شان كده نحن بنذكر الكلام دا ونأكده ونكرره ودارين أي طالب يا أخوانا دي تكون مزولته والله المسؤولية زي ما قالوا أنتم ملح البلد فمن يصلح فمن يصلح الملح إذا الملح فسد الملح إذا فسد اللي بيصلحوا منه تاني عشان كده يا أخوانا لابد أن نحن ناخد علم نجيط علم صافي علم ما أخوذ من القرآن والسنة فهم الصحابة ومش دا قالوا يطناشر نفر أو غيره فالمولد ما فيه دليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والنبي عليه الصلاة والسلام ما عمل مولد ولا الصحابة بعده عمل مولد إجيك صوفي يمل لك فوق نجيط أها يقول لك لا والله حصل الرسول عمل مولد أنت لما أنت تخلع تقول كان في صيوانات وشغلة زي دي أها وين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين أنت جادي طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين كان دا يدل على شنه يا طلاب ها يدل على شنه يدل على الاستمرار صح يدل على الاستمرار زي ما بدل على الماضي يدل على الاستمرار زي كان وكان الله غفور الرحيم يعني كان الله زمان غفور الرحيم وهسي ما غفور الرحيم هل ده معنى الآية لكن يدل على شنو على الاستمرار طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين الاثنين من واحد ربيع الأول لاثناشر ربيع الأول ولا في كل السنة طيب انتو نفترض انه احتفالكم ده بجوز بالدليل ده هل انتو نصبتوا الخيوانة السنة كلها ولا بس في اطناشر يوم في اطناشر يوم ده المخالفة الأول نمرة اثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يدفز حلاوة مولد كان يصوم وانتو بتاكلوا في حلاوة مولد ودخن وبلاوي ودراويش قاعدين وعجاجة رابطة ونوبات مدورة ونساوين مدبرجات خاشات في علاقة يا اخوانا ما في اي علاقة كويس نمرة ثلاثة العلماء قالوا الصيام ده دليل على انه اليوم ده ما عيد ليه لانه لا يجوز صيام يوم العيد ولا كيف يا طلاب جامعة القرآن الكريم بيجوز اصوم يوم العيد ما بيجوز طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم عيد يوم الاتنين معناه يوم الاتنين شنو؟ ما عيد رفت يا اصوفي فاصوفي ما عندو اي موضوع والله ما عندو اي موضوع فاصوفي بيبروك لشيخ الشيخ ما الشيخ الشيخ قالوا نادي ريكاريك البرق ريمش الريكين ده في جهات سنار يلفى الغرقان سوال وينش يعني انت لو بيقيت بينشي لك طوالي الريكين عمل قبل اسبوعين حادث في طريقة شمالية والله يجيب انه مصور والله اظن الملايب تهتز وهم بيهتز منتهي مرة واحد طيب دانا نادي وكيف هل معقول يكون عنده دليل؟ شكده اخواننا شوف المناهج الباطلة دي كلها فيها تناقط لغاية ما انت تضحك من الباطل الفيء مشدت ما فيها باطل لما انت تضحك من الباطل الفيء فده كلام باطل وفي ادلة او في شبهات كثيرة عند النازل ممكن احنا نقيف معاه ان شاء الله ما دام العلمانين قلتوا العلمانين بتزالوا على المولد ما هو موغف العلمانية تجاه المولد كده ده سؤال دارين نزالكم ما في علماني نجيط كده يجيب لينا ما في علماني يجيب ولا عندكم حرام بدعة في علماني عنده المولد بدعة العلمانين وينهم؟ احنا ما جيناك يا علماني قلت دارين نغاش ودارين فرص ليه يا اخونا تدارين فرص وكلامكم ده كلام نسبي اول حاجة تجي هنا بنسألك سؤالين السؤال الاول ما معنا نسبي ده نمرة واحد نمرة اثنين هل الغران والسنة نسبيا وتجي تفصل لنا في الموضوع ده يا اخوانا اتخيل هنا لجيت لاي منبر اقول فوق كلامي ازوغ افوت حرام عليكم حرام عليكم ولا العلمانين القاعدين هنا في الجامعة ده مهمشين انتم مهمشين ولا جنو هاي انتم ما زي العلمانين بتاعين شباب طوق انت ما شفتها ديلك الواحدة جاي بمريالة دي ما شفتها انتم جابها في في اليوتيوب تقول دار انا امرق الساعة اثنين بالليل ساعة اثنين بالليل اتضب بكل راجع بيته انت دار اتسوي شنو انت رفتها شانت عارفة العلمانية ده عبارة عن منهج بتاع الصعلقة وقلة ادب معلش ده ما هم قالوا كده هم قالوا كده العلمانين النجراء ذاته هم قالوا ده منهجنا كده قائم على الصعلقة وقلة ادب شان كده الشيوعين قالوا في البيانة الشيوعي حصل سمعته بيو يا علمانين ده كتاب بتاع ماركس قال فغاية ما يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعة صريحة للنساء بدلا من الاشاعة المغطة بالرياوة المداجة يعني مسألة زواج وزوجتك وقبلته وتجي تتقدم واهلك وشيلة وموضوع طويل قالوا ده عبارة عن كلام فارع يعني دارين اشاعة صريحة بس الساعة اثناشر بالليل مواصلات ما تدق اقرب باب وتمشي تبيت جو غرفة النوم مع المرأة زادة يعني ان اشاعة شنو صريحة صريحة مرة واحد فرصة مفتوحة ليه العلمانين او غيرهم حتى الطلبة المحترمين الحمد لله سيلة كان ازل ان شاء الله نافع